بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قائد المجاهدين وإمام المرسلين نلتقي اليوم قصرة واحدة انتقبت مؤسسات سلوان على تكريس هذا التقليد الرائع الذين تشاركوا خلاله بالفرحة وبالأمل الملقي نظرة للمستقبل من خلال بناتنا وأبنائنا الذين اجتازوا هذه المرحلة بنجاح وتفوق يدعون للفحر والاعتزاز وقد قال الله في كتابه العظيم في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوضوا العلم درجات ولا قول بعد قول الله تلك خاربة الحياة وهذا المبدأ الراسق الذي يحكمه ويجب أن يحكمه سلوكنا في علاقتنا مع أبنائنا في تقدير العلم وإذ تقوم مؤسسات بلدتنا بهذا الاحتفال فإنما لتحقيق هدفين الأول تكريس ثقافة بلدى الجميع بتعظيم العلم وكذلك تكريس ثقافة المحبة وتعزيز أواصر العلاقة الأسرية بين كل أبناء البلدى حين نلتأم لنمارس الفرح معاً وسوياً رغم كل الظروف الصعبة وكذلك لنعبر عن احترامنا وتقديرنا لمعلمين ومعلماتنا الذين يؤدون رسالتهم بفدائية عالية ونحن نعلم جميعاً المشاكل التي يدهج الشميرها وهم عائدون أو ذاهبون إلى مدارسهم أيها الأخوات أيها الأخوة نحتفي اليوم بهذه الكوكبة من بناتنا وأبنائنا يهب عنا الشهيد البطل أيمن أحمد عثمان فارس الذي نال شهادة لا ينلع إلا الذين اصطفاهم الله ليكونوا إلى جواره إلى جوار الصديقين والشهداء ويغيب عنا عدد من أبنائنا الأسرة الذين يمتحوا قطبان السجن ولا كمع السجان بينهم وبين هذه الجبهة النبالية الكفاحية جبهة العلم إذ يعلموا الأسرة ونعلم جميعاً أن انتصارنا على هذا العدو المتغطرس المجرم لا يمكن أن يتم إلا إذا تكرست ثقافة بين الأسر والعائلات والمعلمين مجتمع بأكملين بتقدير العلم ولعلنا لاحظنا على مدار سنوات كيف أن علماء الأمة كانوا في دائرة استهداف أعداء الأمة لأنهم يعلمون أن هذه أمة لها دستور متكامل هذا القرآن العظيم الذي لنتمكنت من تنفيذ قيمه ومبادئه سوف تكون العالم مطلوب من أمتنا أن يضخ فيها روح الجهالة والفرقة والفساد ولذلك هؤلاء أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات وأنتم ذويهم آبائهم وأمهاتهم الذين كافحوا وسهروا وكابدوا ونعلموا أن ظروف مهزمكم الماردية صعبة ولكنكم تؤكدون حين يكون دارين أبنائكم على حساب لقمة العيش إنما أنتم توجهون أيضا رسالة لهذا المحتل أنه رغم الضيل رغم الظلم رغم القهر الحواجز القتل التنكيل نحن شعب يريد الحياة وعيونه تنظر إلى المستقبل الذي سنكون فيه أحرارا أعزاء قراماء في وطننا في كدسنا في عاصمتنا الأبدية القدس الشريف وذا بالتالي في حتام كلمتي لأن أؤكد على شكرنا واحترامنا وتكتيرنا للعائلات التي رعت ونبارك لهم هذا التفوق وهذا النجاح كذلك يستوقفني أن الأولى في سلوات أن تكون ابنة أسير هي أيضا تكرس رسالة هي تجسد محبتها وشوقها لوالدها في أنها تهديه هذا النجاح أقول له أنك معلمي أنك مدل الأعلى أنك كتوتي أخذوك من بيننا من بيننا لكي يدمعوا الأسرة ولكنني أقول للاحتلال حسئتم نحن سننجح وننجح ونتقدم ونتقدم ولذاك الذي يتقدم وينجح في الجامعة ومحمد زياد الذي حرموه من بحان التوجيه لكن ونعمل أن لا يقل معه أصره أن يخرج للخارج ويقدم التوجيه لو لم يحصل هذا سيقدم التوجيه ويبسط للجامعة هذه هي معاني التحدي كما قال ما أقول الهام الدليل أن أشكر مؤسسات سلوات التي تتضامن وتتضافن وتتكامل في دعمها لمسيرة التعليم لمدارسنا لأبنائنا ولذلك يدخون في روحنا هذه الفرحة الكبيرة في كل عام وما أحوجنا أن نعيش لحظات فرح ولحظات عز ولحظات كبرياء بنجاح أبنائنا فبرك الله فيكم وبرك بهذه الجهود الرائعة العظيمة المكبر تنمي أحي على لفظ انتباهي إلى أن هناك أسير آخر قد قدم الامتحان التوجيه وهو الأسير البطل عبد الفتاح وعذروني إن صقطت الأسماء صهوا فأنا كما ترون أرتجل هذه الكلمة لكن لكل أسير لكل بطل لكل شهيد وشهيدة لهم مكارة في المجدان وفي القلب عظيمة قبل أن أختم كلمتي باسمكم جميعا أتوجه بأسمى التحايا تحايا الفخر والاعتزاز لأهلنا لأبناء شعبنا في القدس الشريف الذين يدافعون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين القدس الشريف يقاتلون ليلة نهار لحماية لحد أعظم مقدسات المسلمين الذي يستهدف من قبل العدو الصيوني باعتماره واستنادا إلى وهم وأكاذيب يضحونها أنه مكان هيكلهم المزعوب تؤكد القدس وأهلها أن هذا الشعب الفلسطيني البطل عصي على الكسر ولا أبدو أنه أيضا من أن أتوجه بالضحية باسمكم أيضا لأهلنا لشعبنا الصامد في قطاع غزة المحاصر الذي يحاولون أن يجمعوه ليكسروه ثم ليكسرون نحن لكن غزة الصامدة عصية على الكسر ولن تنكسر وهي تقدم كل يوم ممالجة في الكفاح سائلنا المولى عز وجل أن يلدئم شملنا وأن تتجسد وحدة الوطنية حقيقية بين مختلف الفصائل بين مختلف القوى في جبهة المقاومة في موضع هذا العدو المتغطرس الذي لا بد أن يحسن ولا بد لهذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات وهؤلاء الأبناء أيضا الذين سيقاتلوه كل من موقعه كل في جبهة مختلفة وجبهات مواجهة الاحتلال الواسعة كل إنسان يستطيع أن يناضي ضد على الاحتلال سننتصر نصرا عزيزا كريما وسنقيم دولتنا وسيقوم أبناءنا هؤلاء كل من موقعه بخدمة وبناء مؤسسات هذه الدولة لتكون نموذجا يحتضر ألف مبروك للقلاب وفانبات لذويهم ولعائلاتهم لمعلميهم ومعلماتهم ولمؤسساتهم مبروك لسلوان ومبروك لمرسلين هذا النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر